اهلا بحضراتكم من جديد من قليل وصل الى مطار العالمين الشيخ محمد بن زايد الى مطار العالمين الدولي في طبعا الرئيس الاماراتي في زيارة قصيرة لمصر ممكن تستغرق عدة ايام اتحاد القبائل العربية قالوا انه زيارة الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد تأتي تأكيدا منه على المستوى رفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطاعاتها لضيوفها الكرام سواء من الاشقاء العرب او من كل انحاء العالم وان هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من الرئيس الاماراتي الى العالم كله تبرز صورة مدى رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة واستدباب الامن والامان فيها طبعا علاقات المصرية الاماراتية علاقات عميقة ممتدة الجدور هذه العلاقات ترتكز على الوعي والفهم المشترك لكل اللي بيحصل في العالم وكل اللي بيحصل في الاقليم ايضا ترتكز على الاساس المتين من العمق التاريخي للتعاون بين البلدين بين مصر والامارات الحقيقة في مجال الاستثمارات المجالات الاقتصادية بواجه عام في المجالات الثقافية تقريبا عندنا تطابق في الرؤى السياسية في معظم القضايا التعاون المصري الاماراتي تعاون كبير جدا وبدأ من سنة 1971 السنة اللي التأمت فيها او التأم فيها شمل الامارات السبع ابوظبي دبي الشرق عجمان ام القوين الفجيرة راس الخيمة لما التأم شملهم تحت قيادة الشيخ زيد بن سلطان آل انهيان يعني معروف عن هذا الرجل حبه الشديد لمصر والغرس في اولاده وغرس في شعبه التوجه نحو مصر وحب مصر ترجمة نانسي قنقر